بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكا شباب عاملين ايه? النهاردة جاي كده اتلمكم في كم حاجة مهمة او كم اجابة عن كم سؤال كده مهمين. بالنسبة لاختبارات الاختبار الطب العادي اللي احنا ذكرناه. وقلنا ليه اخر موعيد اللي هو ايوم الخميس الجاي ده. طبعا فيه ناس كدبت الكلام دوت واتمنى ذلك وبقولك الاختبارات الشغال عادي ما تقلقوش. فاللي كان عنده اه غير لائق. وعنده عادة. فيا ياريت تتابع الصفحة ان شاء الله. هينزله معانا الاختبارات لسه ماشية. فيا ياريت راجع الصفحة بتاعته على طول على الموقع. يعني ما يقلقش يعني حاول استمر كده ويتابع في الصفحة بتاعته بدون قلق. ما يتأخر شوية مش مشكلة ان شاء الله. لحد ما الاختبارات كلها توصل للاحية. طيب السؤال التاني برضو سريعا كده. اللي هو بالنسبة للاختبار الرياضي. الاختبار الرياضي طيب هما كانوا قايلين لنا عايزين لبس سباحة. طيب ليه لبس سباحة الناس اللي ما عنداش فكرة. الناس اللي راحت عرفت وقالونا ايه اللي بيتم? اللي بيتم انك انت الاختبارات عادي كلها اللي هو الجارية الميت متر وتمنمية متر. وهي التسعة استعد وتمرين البطن وتمرين اللي هو العقلة. وتمرين اللي هو الضغط. اه بقى انا بتكلم عمتا بالنسبة تمرين بنات سهلة شوية. اه وشارحوا على القناة لكن بنتك بتكلم للشباب. الشباب يعني جايين بيحكوا ان هما حاجة يعني بهدلة يعني. دي بقى بدأوا يعني يعني طبعا ميتتبعوش التعليمات. احنا قلنا قبلها منها كلش. اه اللي المية بس قبلها بشوية ما حاجة مية بسيطة وبعدها هنبقى نشرب. اه لا بدأوا ان هما من شوية بس ايه الضغط وش عارف ايه يتعب يجي جوم جاريو هنجوا ويعني ناس تتعبت خالص. فيعني بالنسبة في حتة بقى بالنسبة طبعا للسباحة دي بالذات يعني ياريتك لفهمني شوية كده. هو ده انت مخير فيه. مخير فيه هو انت مبتعت على السباحة. هو بقولك في حد بيعرف يعوم بتعرف طعوم. بتقول له اه لو انت يعني صادق بتعرف طعوم. بتيجي بقى حضرتك بقى ايه? اهي قفزة ثقة. بتنط طبعا انت راجل لو انت بتعرف طعوم بتكفز قفزة الثقة اللي احنا شرحينها على القناة. دي يعني بتميزك شوية تميز كتير جدا يعني عن اي حد تاني وبتعلي الضرجات بتاعتك بتاعت الرياضي. فهيالي اللي هو عنده فكرة عن السباحة. وراجل عارف ان هو بيعوم. وعنده استعداد فعلا لقفزة الثقة. فهيسألك السؤال ده هناك. فانت تقول له ان انت لو بتعرف طعوم طعوم وتروح تقفز قفزة الثقة دي بتميزك عن الجميع شوية. طب بالنسبة بقى في الاختبارات اللي هو الاختبار النفسي. الاختبار النفسي ناس كتير بتسأل. بتقول لك انا يعني بعد ما خلصت الاختبار الورقة بتاعتي ندوني. ندوني والدكتور سألني. هو انا كده سقط يعني لان انا جوابت سؤالين غلط جوابت تلات. لا انت كده ما سقطش حبيبي. بص يا حبيبي انا انا شارح في لو انت منتابه للفيديو كويس لان الناس كلها بتجاري الفيديوهات زي ما انت دلوقتي جاريت الفيديو كده او او اتنشت الفيديو ومشيت. يا ريت لو كلامنا بيفيدك ما تنسناش بالليعليك بدعمك بلايك دعمك بكده دوت يعني بيخلينا استمر معك. ما تنساش اللايك عشان خاطر نستمر معك في المعلومات دي لو سمحت يعني. اه ده بيفيد القناة كتير جدا اللايك بتاع حضرتك وتعليق حضرتك بيفيدنا كتير. اه بالنسبة قلت بقى للي هو الدكتور النفسي كده كده هو فيه اصلا حضرتك بعد ما بتخلص. المفروض انت راحين الميتين واحد بدي امتحن. الميتين واحد المفروض فيه طبيب قاعد برا الطبيب ده ردبة. ممكن يوصل لعقيد بتاعك ده دكتور. بس هو يعني راجل ممكن يكون جاي من المستشفيات اللي هو الشرطية ردبة. عقيد قاعد برا. المفروض هينادي على الميتين واحد ويسألهم بيجي يمسك الورقة بتاعت حضرتك. او يسألك سؤال ما انت انت جاوبت سؤال غريب شوية فبيسألك فيه وليه ومش ليه. فانت مش معنى ذلك انك سقط لأ عادي. ما فيش حد يعني كده ما تفكرش انك انت سقط. هو ممكن بقى ما يسألش الميتين. ده ممكن مسلا عنده هو ده القيمة باللي دخلوا النهاردة هو عنده قيمة بيهم. فروحوا جايين مختارين من الميتين عشر نسبة عشرة في المية. يعني ممكن عشرين شخص من الميتين شخص دول. ويبتدي بعد حضرتك كده ينادوا على عشرين شخص دول. والدكتور يسأله مسأل كل واحد سؤال. فهي ده ده روتين ماشي عادي فما تقلقش نفسك ده بالنسبة اللي اللي هو ما تقلقش تقول الدكتور سألني وناداني انا الوحدي. اصلا ده انا لو كان واحد من الميتين. يبا احنا كده سوقتين ما تقلقش نفسك بالوضيع دي كلها. عندك استفسار. اسألني وانا جاوبك اقولك ايه اللي بيحصل قبل كده. عشان احنا معك ان شاء الله لنهاية الطريق بما ربنا يكرمك ان شاء الله ويوفعك. وتوصل للهيئة. طيب برضو سؤال تاني. مهم جدا. الملف بتاعلي انا بهدلته. جيت يعني انا يعني ده سؤال لك تسأل تلات اربع مرات. الكراسة تبهدلت ما تنفعش. طب ينفع اشتري كراسة فتبص تلاقيه منزلي على احد الجروبات او جروبات يفضل جروب اتنين تلاتة جماعة انا محتاج كراسة. ياريت ايه? فهتيجي ناس مستغنية عن كراسيتها مسلا ما دخلتش ما كملتش لاي سبب من الاسباب يقول له انا عند الكراسة ويبع هاله او مدهاله كده حتى من غير ده. الكراسة ما تنفعش كده حبيب. انت على الاقل حاجة هقول لك على اقل حاجة تعمل ايه? خدت الكراسة حضرتك فاضية من جوة نضيفها ما فيهاش اي حاجة الكراسة بتاعت زميلك اللي خدتها هدية عشان انت بهدلت كراسة الجوة مع ان انا يعني شارح هنا تعملها ازاي تعبئة الكراسة ازاي تعبئها مية مبنية بدون اخطاء. فتمسك بقى الكراسة بتاعت حضرتك. اخلع الغلاف بتاع حضرتك انت بتاع كراسة اللي اتلخبطت فيها ده. اخلع الغلاف ده. هتلاقي عليه فوق كده هو تعالقيدك الشمال كده ركم مسلسل بتاع حضرتك. بداخدش الكراسة بتاعت زميلك لان ده ركم مسلسل لما دخل يوم القدرات اختبار القدرات. لما دخل اه اه اتسجل المسلسل ركم مسلسل ده. اتسجل باسمه بركم بطاقته. وحضرتك بنزلك بعد كده البر كود بهزا الرقم. يعني البر كود اللي انت بتاخده كارت التلد اللي تروح به. هو الرقم ده اللي انت تروح به هتلاقيه كده البر كود ده. ده مرتبط بالكراسة بتاعت حضرتك بالبلف بتاع حضرتك راكم البلف هو راكم اللي موجود في البر كود. فما ينفعش تاخد كراسة وتاخدها من الاول الاخر. لو انت هتشير الغلاف حتى لو مطلخبط فيه مش مشكلة. اللي هو مطلخبط فيه في الغلاف من برا ما فيهاش مشكلة ممكن تعدي. لكن الكراسة لو مهدلة كلها مش هتعدي. فانت اخدت الكراسة بتاعت حد تاني سليمة. فشيروا الغلاف ده بطريقة حلوة كده ده بوس روح مكتبة يشيرو لك بطريقة مضيفة كده وروح بديك ده ببيس مكانها بتدبس لك الغلاف بتاعك في في الكراسة بتاعت التاني وشير الغلاف بتاعت الكراسة تانية رميه. ده واضح كده ليت في كل فهمتوني كده. طب ايه بقى في ناس بتسأل يا ايه الاختبارات اللي يبقى لها اعادة وايه الاختبارات اللي مناش اعادة خالص يعني انا اصد اقول لك بتسقط وتنجح. يعني القدرات دي اول حاجة. بعد كده الاتزان النفس. الاتزان نفس حضرتك مفوش غير مفوش ايه في غير لائق لك. مفوش اعادة. يبقى كده دي بتسقط من ايه الهايئة. دي برضو بتسقط على طول لك ان بقيت الاختبارات يعرفوا اتطمن ان لها اعادات وبيجي لك لها اعادة لو بعد شهر بعد شهرين بيجي لها اعادة. اتمنى كنت فهمتوني. لو حد عندي من حضراتكم. لسه لسه لسين الغد دلوقتي في اللايك يا ديت برضو عشان انا بذكر بيه والناس بدايما اقول لها يعني بدا بشجعنا على الاستمرارية. الناس اللي عندها اي تعليق او عنده اي سؤال يسيبهن واحنا بنجاوب على السؤال بتاعك حتى لما جاوبناك شئلة لان الناس اللي انا شايفها ما بتشوفش التعليقات. فانا بجاوب الاسئلة دي كده عن طريق قناة عشان خاطر الناس ما بتبصش للتعليقات. اتمنى انكم التوفيق والنجاح والاستمرارية ان شاء الله ربنا اكرمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.